موسيقى أهلاً بالجمهور العزيز في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن معنى الفرقان ووعدناكم تكملة الموضوع في معرفة كلمة القرآن مصحف صورة آية نرجع لكلمة الفرقان ونختم بالآية الأولى في صورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نديرا فكما رأينا في الحلقة الماضية في صورة الأنبياء 48 أن هذا الفرقان قد أوتي موسى وأخيه فهنا أخص الفرقان لموسى باعتبار هارون أخاه بمرتبة الوزير والمعين ويفصح عن هذا الأمر بوضوح في الآية 35 من نفس الصورة ولقد آتينا موسى الكتابة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرة فالآية أشارت لموسى بكلمة عبده بالضبط كما أشار في أول آية لصورة الإسراء أو ما كانت تسمى بصورة بني إسرائيل وعبده ليست بمعنى محمد ولكن موسى كما سوف نبرهن في إحدى الحلقات القادمة لهذا البرنامج فكلمة الفرقان هو الخلاص المذكور في التوراة عند سفر الخروج خلاص بني إسرائيل من فرعون وجنوده ولهذا جاء في الصورة الأنفال الآية 29 ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة وإن الله لسميع عليم أي ليهلك جنود فرعون ويحيى بني إسرائيل أما كلمة قرآن فقد أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عن الشافعي أنه كان يسمى قرآن بدون تهميز والهمزة كما تعرفون أعزاء المشاهدين هي من اختراع الخليل بن أحمد الفراهدي في القرن الثاني الهجري كما سبق وأنذكرنا ويضيف العلامة السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن أن كلمة قرآن ليست من جدر كلمة قراءة العربية وهذا ما رجحه تيودور نولديكا بقوة كون المصطلح قرآن لم يتطور داخل اللغة العربية بل الكلمة مأخودة عن السريانية قريان مما يدل على أنها ليست عربية أو من أصل عربي وبالرجوع إلى اللغة السريانية العرامية فالكلمة قريان بلياء وهذا شائع عندما يكون الحرف قبل الهمزة مجرور على سبيل المثال الحصر فكلمة ذئاب جمع ذئب فهي قبل التهميز ذياب بلياء جمع ذيب ومن بين معانيها هذه الكلمة قريان حسب القاموس الأرامي السرياني كتاب القراءات البيعية بمعنى كتاب القراءات الكنسية ويقول الفيلولوغ كريستوف ليكسنبرغ إن كلمة قرآن مشتقة من كلمة قريان وتعني كتاب اللوترجي للصلوات الكنسية السؤال المطروح هل في الموروط الإسلامي ما يدل على أن القرآن كان في الأصل كتاب اللوترجي للتعبد؟ عن ابن دريس وغيره عن كعب قال في التوراة يا محمد إنما نزل عليك توراة حديثة تفتح أعينا عمية وأدانا صمة وقلوبا غلفة أي أن القرآن توراة حديث وفي رواية أخرى عن قتاد أن موسى لما نظر في الألواح وجد فيها أمة ناجي لهم في قلوبهم وتمنى أن يكون من أمته إلا أن الله عز وجل أخبره أنهم من أمة أحمد بين قوسين محمد فبغض النظر عن صدق هذه الروايات أو عدم صحتها إلا أن القرآن في الموروط الإسلام القديم هو نسخة عضراء من التوراة والإنجيل وهو أي القرآن قراءة جديدة للكتب التي كانت بين يدي الرسول كما يبدو في الآية 31 من سورة 7 وقال الذين كفرون لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وفي كتاب تساوروس أو المعجم أو قاموس أن كلمة القريان في الأدب السرياني تعني القراءة وهذا ما يوافق تماماً بما جاء في سورة الإسراء الآية 78 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى الغصق الليلي وقرآن الفجري إن قرآن الفجري كان مشهوداً يعني يوصي بالصلاة من غروب الشمس إلى حلول الضلام الدامس وقراءة الفجر وكذلك في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته إذن القرآن حسب هذه الأقوال يمكن أن نعتبره إنجيلاً رباعياً سوريانياً جديداً لا يجمع الأنجيل الأربعة فقط كما هو عند السوريان كما قلنا وإنما يوفق بين أجزاء الكتاب المقدس بعهديه الجديد والقديم ولكن هذه المرة ليس باللغة السوريانية وإنما بلسان عربي مبين كما جاء في سورة الزخرف وغيرها إن جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا ما تؤكده كذلك سورة الشعراء بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أما كلمة مصحف بحسب المراجع الإسلامية فقد أطلق المسلمون الأوائل كلمة مصحف على القرآن في بداية الخلافة بعد الجمع الأول له حيث تفيد هذه المراجع أن الصحابة ناقشوا مسألة تسمية القرآن في حلته الجديدة ككتاب فقال بعضهم سموه إنجيل ورفضت الفكرة بدعوى أن النصارى يستخدمونه ثم اقترح آخر تسميته السفر ورفضت الفكرة أيضاً بسبب استخدام اليهود فاقترح عبد الله بن مسعود تسميته مصحف التي استخدمت في بلاد الحبشة فلقي استحساناً من الأغلبية فأخذ بهذا الاقتراح فكما يلاحظ أن المسلمين الأوائل لم يبتعدوا كثيراً عن كون القرآن شبيه بالإنجيل أو الأصفار اليهودية فهجرت بعض المسلمين الأوائل ومن بينهم ابن مسعود إلى الحبشة إذا صحت الرواية جعلهم يختارون كلمة مصحف التي كانت تتداول عند الأحماش باللغة الأمهرية ولا زالت إلى اليوم عند الإريتريين والإيتيوبيين عبارة مصحف قدوس للإشارة إلى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وهذا المعنى يوافق ما ذكرناه عن معنى كلمة القرآن ولتكملة هذا الموضوع كونوا معنا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر